اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهن سموكم ونهن أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي الأهد راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهطة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته والله الموفق سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح عمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم تلقيت بأصدق معاني التقدير والعرفان أمركم السامي بتسكيتي وليا للعهد مثمنا ببالغ الاعتزاز لإرادتكم السامية وعميق الشكر لثقتكم الغالية التي حضيت بها من لدن مقامكم السامي وأنني إذ أستشعر شرف التكليف وعظم المسؤولية التي أنيطت به وثقل الأمانة التي أحمل في عنقي أتحملها أمام الله ثم أمام سموكم وأمام الشعب الكويتي العزيز فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم حافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفان بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظاً على أمنه واستقراره راعياً لقيمه وأصالته ووحدته مجتهداً في رفعته وتقدمه ملتزماً بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكاً بثوابثنا الوطنية الراسخة وأنني في هذا المقام أتوجه إلى العلي القدير أن يعينني على حمل المسؤولية القالية وأن أكون خير سنداً وعوناً لقيادتكم الحكيمة ومؤازراً لجهدكم المبارك رافعاً أكف الضراعة وأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته كما نسأله جل شأنه أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفع في ظل قيادة سموكم الرشيدة وأن يسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة